اهلا بكم وإلى العنوي طائرة الاحتلال تستهدف مواقع المقاومة في غزة ليلا مكرون يقول ان العالم مضطر للتحدث الى رئيس الاسد في مرحلة ما بعد داعش الكشف عن مخطط لاغتيال اردوغان خلال زيارته الاخيرة الى اليونان الثامن عشر من كانون الاول ديسمبر اليوم العالمي للغة الضاد استهدف الطائرات الاحتلال الاسرائيلي موقعي عسقلان والبحرية التابعين لكتائب القسام في منطقة الواحة الشمال غرب قطاع غزة وفق مراسلنا وسائل اعلام الاسرائيلية ذكرت ان سفارات الانذار دوت في ساحل عسقلان وان صاروخين اطلقا من غزة نحو حوف اشكلون وانفجر في اراضي القطاع اكد مسؤول حركة حمس في الخارج مهر صالح ان مدينة القدس الموحدة لا تقبل القسمة او التجزئة صلاح وخلال كلمة له في ذكرى الثلاثين انطلاقة الحركة في صيدة جنوب لبنان لفت الى ان القدس هي عنوان الصراع وستبقى عاصمة لفلسطين الابدية واشدد على ان قرر ترامب بشأنها لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا لقد جاء اعلان الرئيس الامريكي ترامب في وقت ظن فيه ان الامة قد تمزقت وماتت او اوشكت وان الشعوب قد انشغلت بنفسها وبقضاياها المحلية الصعبة فكان جواب الامة من اقصاها الى اقصاها مدويا نقول اليوم للرئيس الامريكي ترامب ان قرارك المزعوم قرار مرفوض ومردود عليه ولن يغير شيئا من حقائق الامور فالقدس ستبقى فلسطينية الناتق باسم حركتي فتح اسامة القواسمي قال ان القرار الفلسطيني هو مواجهة القرار الامريكي بشأن القدس على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي القواسمي وفي اتصال مع الميادين اضاف ان الموقف الامريكي بالنسبة الى حائط البراق مرفوض تماما اولا حائط البراق جزء من المسجد الاقصى ثانيا حائط البراق اراضي محتلة في العام 67 ثالثا قرار المحكمة البريطانية 1929 يؤكد ان حائط البراق اسلامي خالص رابعا قرارات اليونسكو كاملة التي المنبثقة عن الامم المتحدة باغلبية ساحقة اكدت في كل قراراتها ان القدس بكل ما فيها اسلامية خالصة ولا يوجد لليهود لا علاقة تاريخية ولا دينية وهذا كله وهم واكاذيب اخترعتها الحركة الصهيونية في العالم لذلك هذا الموقف الامريكي مرفوض تماما ولا نقبل اي تغيير على الحدود للقدس الشرقية كما لا نقبل اي تعديل على الدولة الفلسطينية التي انبثقت عنها قرارات في مجلس الامن التي قالت بشكل واضح ان حدود الدولة الفلسطينية هي الرابعة من حزيران 67 عاد عن ذلك كلام لا نسمعه بالمطلط مهما طال الزمن ومهما عظمة التحديات والضغوطات في تركيا قال الرئيس رجل طيب اردغان ان بلاده لن تفتح سفرة في القدس مدمت محتلة لانه اضاف ان اليوم الذي ستفتح فيه سفرة لتركيا في القدس اضحى قريبا في هذه الاثناء خرجت تظاهرات في انقراء ترفض قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحت شعار من اجل فلسطين مستقلة والقدس حرة الاف الاتراك تجمعوا في العاصمة التركية انقراء نصرة للاقصى وتضامنا مع نضال الفلسطينيين حتى التحرير الكامل للاراضي الفلسطينية النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني نظمت وقفة احتجاجية للتنذيذ بقرار الرئيس الامريكي بشأن القدس المتظاهرون رفعوا شعارات تؤكد ان القدس عاصمة فلسطين الابدية القدس تبقى مدينة اسلامية وهي عاصمة لدولة فلسطين ولن يغير القرار الامريكي من الواقع التاريخي او الديمغرافي للمدينة هذا القرار بالنسبة لنا كمسلمين باطل ولا اساس له ونحن لن نهدأ حتى يتراجع ترامب عن قراره الاخير ميادين المدن التركية وساحاتها تشهد حراكا داعما لمقاومة المحتل الاسرائيلي واستدعوات الى سرعة التحرك على المستويين الرسمي والشعبي حتى لا تضيع القدس الموقف الرسمي التركي بخصوص تطورات القدس يتماشى مع الحراك الشعبي يقول الرئيس رجب طيب اردوغان في اخر تصريح له ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق اطفال فلسطين يجب ان تحرك الضمير الانساني نحن لم نبادر الى اقامة السفارة في القدس لان المدينة تحت الاحتلال والان الجميع اعترف بان القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين ولدينا قنصلية هناك منذ وقت مبكر وفي القريب العاجل سنفتح سفارة جمهورية تركيا في القدس الشرقية لليوم الحادي عشر على التوالي مسيرات ومظاهرات غاضبة بشكل متواصل في المدن التركية لتؤكد ان الشارع التركي يرفض اعتبار القدس عاصمة اسرائيل وسط تسعيد واضح في لهجة المسؤولين تجاه اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية محمود واسق تركيا الميادين اضرمت مجموعة من المحتجين الفلسطينيين النار في ملصقات عليها صور لمايك بينس امام مكان ميلاد السيد المسيح وذلك قبيل زيارته للمنطقة وكتب على بعض هذه الملصقات بيت لحم ترحب برسل السلام وليس برسل الحرب وعلى كانت ونائبه أن يعلموا بأن الشعب الفلسطيني صامد حتى الهوى لنا تصويت اللجنة الوزرية لشؤون التشريع الاسرائيلية على اقتراح قانون يشدد العقوبات على منفذي العمليات الفلسطينية ويضيف الاقتراح حقوبة الإبعاد أو النفي لمنفذي العمليات كما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن درس امكانية احتجاز جثامين منفذي العمليات وذلك لأهداف تفاوضية اعلن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ان الحملة العسكرية على داعش في سوريا ينبغي ان تكتمل في فبراير شباط وفي مقابلة مع تلفزيون فرانس 2 كشف ماكرون ان المجتمع الدولي سيضطر الى التحدث مع الرئيس الاسد بعد هزيمة داعش في سوريا الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا ينبغي ان تكتمل في شباط فبراير المقبل عقب انتهاء قتال التنظيم في العراق في التاسع من كانون الاول ديسمبر اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية الحرب وتحقيق النصر على داعش واعتقد انه بحلول منتصف او اخر شباط فبراير المقبل سننتصر في الحرب بسوريا فرنسا تؤيد الان اجراء محادثات سلام تشمل كل اطراف الصراع السوري بما في ذلك الرئيس بشار الاسد عشرات الاقتصاديين من سوريا ولبنان ومصر نقشوا وضع رؤية اقتصادية سورية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب اكثر من ثلاثين بحثا وورقة عمل نقشت في اطار رسم نموذج اقتصاديا لاعادة الاعمار محمد الخضر تضع الحرب اوزارها او تكاد في سوريا فرصة تتسع لدوران عجلة الانتاج في قطاعات اتت عليها الحرب تدميرا وحرقا ونهبا جهود حكومية او فردية حتى الان توازيها مبادرات اكاديمية في اطار وضع رؤية اقتصادية شاملة ضمن مؤتمر نظمه تجمع سوريا الام بالتعاون مع جامعة دمشق اعددنا لهذه الفعالية وفي هدف وراها الهدف موجود بعنوانا اللي هو ايجاد رؤية اقتصادية مستقبلية بما يتعلق بالاقتصاد السوري عشرات الاقتصاديين من سوريا ولبنان ومصر قدموا اوراق عمل وابحاث متخصصة في عنوين متعددة ابرزها خسائر الاقتصاد السوري خلال الازمة وتأثيرات العقوبات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية على العدالة الاجتماعية الاطلاع اولا على التجارب في الخارج على وضع الاقتصاد العالمي على المركز السوري الاقتصادي في المستقبل ضمن الوضع الاقتصادي العالمي وايضا البحث في نموزج لسوريا تؤمن مصالح كل الفئات الاجتماعية وكل المناطق لم تغب تجارب دول اخرى عاشت الحروب بمختلف اشكالها عن هذا المؤتمر بحيث دعا اكاديميون الى الاستفادة من تلك التجارب لوضع مناهج وخطط تنفيذية اكثر فعالية هنا في تجارب كتير بيعات الامار مثلا تجربة العراق لابناني وغسطف تجارب ليست ناجحة طيب احنا فينا ان هذه التجارب نشرحها ونحللها ونشوف وليش ما نجحت بحيث نحنا نبدأ من حيث انتهى الاخرين وبحيث ننجح وتكون واضحة الرؤية امامنا وعننا منهجي واضحة لعملية اعادة البناء والامار ما بعد الحرف هذا كتير مهم تحويل تلك الافكار والبرامج النظرية الى خطط عمل تنفيذية يتطلب مشاركة مؤسسات حكومية في هذه المؤتمرات مشاركة تنطلق من ان اعادة الاعمار جهد وطني كبير يتسع لمشاركة الجميع ملامح الخروج من الازمة تفرض على الاقتصاديين وضع رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد السوري عمل كبير يتطلب جهود الجميع في اعادة الاعمار ونفض غبار الحرب المدمرة محمد الخضر من قاعة المؤتمرات في جامعة دمشق الميادين اعلن قائد عمليات الحشد الشعبي لمحوري غرب الانبار ان الحشد يسعى الى السيطرة على جميع المناطق الحدودية الغربية بالتعاون مع قيادة حرس الحدود العراقية وقد استطلع الحشد الشعبي وقيادة حرس الحدود مساحات واسعة من الحدود العراقية السورية ذلك بهدف انشاء مخافرة حدودية تحصينها اميا رؤية العراق لعام 2030 مشروع عمل وضعت مواده امام الجهات المعنية لترجمتها على ارض الواقع لكن النجاح متوقف على مستقبل محفوف بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي محمد الفهد والتفاصيل رؤية العراق لعام 2030 وضعت الخطوط العريضة لمستقبل البلاد على مختلف الاصعيدة هذه الخارطة العملية وضعتها مجموعة من الخبراء على مستوى المال والاقتصاد والتخطيط والامن وبرعاية حكومية على ان تبقى حتى في حال تغير الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة والسلم المجتمعي وتكافئ الفرص واعادة الاعمار استنادا الى ما يمتلكه العراق من ثروات أوراق سياسات الرؤية العراقية لعام 2030 وناقشة مسوداتها التي تتعلق بمحاور الطاقة الكهرباء والنفط والغاز وأيضا البنى التحتية والضمان الاجتماعي والنازحين والمهجرين والمرأة صورة نحلم بها من قبل عشرين سنة ورح نبقى نحلم بها بس طورناها عراق آمن مستقر موحد مجتمع وتماسك فاعل مؤدي قطع خاص فاعل الحضور الدولي كان بارزا عبر عدد من الخبراء الأجانب إضافة إلى البنك الدولي الذي عزز رغبة العراقيين في استعداده لتقديم القروض والضمانات المالية لتطبيق ما جرى طرحه شريطة توافر الأرضية المناسبة لذلك وأهمها الاستقرار السياسي والأمني البنك يقوم بدعم العراق في مجالات الاستقرار المالي والاقتصادي بالعمل على التأكد من أن هناك الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه التطلعات أعتقد أنه بعد اكتمال خطة الـ 2030 أن دورنا سيكون مساعدة الحكومة على التعامل مع التحديات ويتطلع العراقيون إلى غد أفضل بعد أكثر من عقد ونصف العقد على أزمات سياسية واقتصادية وأمنية لازمت تجرباته السياسية بعد العام 2003 وألقت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات مسارات العمل الحكومي وضعت خطوطها العريضة لرسم المستقبل الإمكانات المالية حاضرة إضافة إلى خارطة الطريق نحو التنمية الشاملة بانتظار التطبيق على أرض الواقع في العقد المقبل من تاريخ العراق محمد الفهد بغداد الميادين فاصل قصير وسنعود من جديد أهلا بكم كشفت السلطات اليونانية عن إفشالها مخططا لاغتيال الرئيس التركي رجطيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان وألقت القبضة على تسعة أشخاص ينتمون إلى جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري وسأل إعلام يونانية قالت أن الشرطة توصلت إلى معلومات تفيد بأن هذه الخلية كانت تعتزم اغتيال أردوغان خلال زيارته لأثناء وألقت القبضة عليهم أضافت أن الشرطة وجدت ملاحظات مكتوبة تضمنت خططا لتنفيذ العملية باستخدام قذائف صاروخية وقنابل يدوية وزجاجات حارقة أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات يعني فقدان كل المؤسسات المنبثقة عنه بصورة تلقائية وحفتر رفض في كلمة له خضوع الجيش الوطني لأي جهة غير منتخبة مؤكدا أن الوضع يشهد مؤشرات دخول ليبيا مرحلة خطيرة نتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته وحتى آخر جندي في صففنا كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظا على كياننا وبحدته دعت مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية الاستعداد لمواجهة خطر داعش وقال المفوض إسماعيل شرقي قال أن الدول التي تعاني من عدم الاستقرار استقرار سياسي واجتماعي هي المهددة بقوة داعش على أبواب القارة السمراء مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أعلن أن نحو ستة ألاف مقاتل ممن تحصيهم تقارير أممية يستعدون للتوجه إلى إفريقيا منهم من يخطط للعودة إلى بلاده ومنهم من يواصل النشاط في صفف تنظيم الإرهابي الباحث عن بؤر جديدة لتوتر إذن لما نقول أن استلاف هم استلاف الذين ذهبوا إلى شرق الأوسط هل سيعودون كلهم أم بعضهم لكن هؤلاء الناس تدربوا على الأسلحة عندهم اعتقاد قوي فيما يقومون به من إجرام وكذلك تدربوا على استعمال الأنترنت وبالتالي حتى وإن كان عددهم أقل من ستة ألف فيجب الاحتراز وتحذير دولنا المشاركون في الاجتماع السنوي الحادي عشر للمركز الإفريقي لدراسات والبحوث حول الإرهاب طالبوا بمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب المستشري في دول القارة الإفريقية مورد مالي وبشري أساسي للجماعات الإرهابية التي غيرت من طرق عملها وكيفتها ضد جهود مكافحات الإرهاب المتطورة نحن مجبرون على العمل مع قادة الدول الأفريقية ونحن متيقنون أن المسؤولية تقع عليهم في حماية مجتمعاتهم من خطر داعش ومحاربة الإرهاب في عقر داره نحن نوفر لهم التجربة والخبرة ونساعدهم لدحر داعش الذي يستهدفهم والمسؤولية تقع عليهم إذا نظرنا بعمق إلى أفريقيا نجد أن الدولة المستهدفة هي التي تعاني من متاعب اقتصادية وسياسية أعتقد أن الطريقة الأنجع للتمكن من محاربة الإرهاب هي ضمان الاستقرار كما يجب إعطاء فرصة للشباب وحمايتهم من التطرف تشير إحصائيات ودراسات إلى أن العائدين من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش يعتزمون التوغل في دول صنفتها إسرائيل ضمن نفوذها تاريخيا والهدف بحسب دراسات إعادة السيطرة بعد هزيمتها في سوريا والعراق تكثف إذن الجزائر اجتماعاتها التنسيقية مع الشركاء الأفارقة لدحر خطر الإرهاب وخطر داعش تحديداً الذي يقف على أعتاب القارة السمراء أرقام تتحدث عن قرابة ستة آلاف مقاتل ينون العودة إلى أوطانهم الأصلية والتوجه إلى دول تشهد عدم استقرار في القارة الإفريقية أسام عبد النور عاصمة الجزائرية الميادين اليوم الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية الأمم المتحدة أقرته عام 1973 عندما أصدرت الجمعية العامة قراراً اعتمد اللغة العربية لغة رسمية في كل مؤسسة المنظمة الدورية الميادين تتمسك بلغة الضاد وتحرص عليها في كل موادها الإعلامية نظرة على ظروف هذا اليوم العالمي وعلى أهمية اللغة العربية الصندو الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم تذكيراً بالثامن عشر من كانون الأول عام ثلاثة وسبعين من القرن الماضي عندما اتخذت الجمعية العامة القراراً ثلاثة ألاف ومائة وتسعين هذا القرار اعتمد اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة إلى جانب خمس لغات هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية وهي كلها لا تقارن بثراء العربية في المفردات التي تتجاوز 12 مليون بينما اللغات المذكورة لا تقارب مفردات كل منها المليون ما يؤكد مقولة الكاتب الألماني جوستاف فريتاك بأن اللغة العربية هي أغنى لغات العالم لم يكن قرار الأمم المتحدة مجرد استجابة قانونية بسيطة لطلب بعض الدول العربية اعتماد لغة العرب رسميا في الأمم المتحدة وهي التي ينطق بها يوميا أكثر من نصف مليار مثل ما هي لغة القرآن ولغة الكنائس العربية المشرقية وشقيقة الأرامية لغة السيد المسيح بل كان هذا القرار ثمرة معركة افتتحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 فكان أول رئيس عربي يخاطب المجتمع الدولي معتزا بلغته القومية ثم كان الرئيس الجزائر الراحل هواري بومدين أول رئيس عربي يخطب في الأمم المتحدة بالعربية بعد القرار المذكور الضاد في يومها العالمي تستمهدنا للدفاع عنها والمعركة هنا مقاومة توازي المقاومة بالسلاح فالاستعمار الحديث يخطط لاحتلال اللغة والعقل فوق احتلال الأرض والمقاومتان بالسلاح وبالقلم تتكاملان في التصدي واليوم تتكثف المعركة في القدس فالدفاع عنها هو دفاع عن كل الوطن وعن انتمائنا الحضري ولغة الضاد أبرز رموز هذا الانتماء وسيبقى الناس يرددون مع أحمد شوقي إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد والآن إلى أبرز معلومات بعض الصحف العربية السادرة صباح هذا اليوم والزميلة بيسان تراف بيسان صباح الخير صباح الخير سلام صباح الخير مشاهدين نبدأ جولتنا بأبرز معلومات صحيفة الأهرام المصرية في العنوان الأول مجلس الأمن يناقش مشروع قرار مصريا للرد على القرار الأمريكي مستوطنون متطرفون يكتحمون الأقصى وفتح تدعو لمظاهرات ضد زيارة بينس إلى صحيفة الحياة السعودية واخترنا من أبرز عنوينها ترامب يرفع مستوى التشدد مع إيران ويظن في روسيا والصين عدوين يكشف اليوم استراتيجيته لسلام من خلال القوة حفتر يماهد للسيطرة على الحكم بإعلانه بطلانة حكومة السراج أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق الصخيرات عباس لتحويل خطابه في إسطنبول إلى قرارات مجلس الأمن يناقش اليوم إبطال أي تغيير في وضع القدس إلى صحيفة الشروق التونسية في العنوان الأول نور الدين الطبوبي يؤكد لن نترك الاتحاد للفوضى ولن نقبل باختراقه سيدي بوزيد في الذكرى السابعة للثورة احتفالات احتجاجات وإيقافات في ليبيا حفتر يعلن انتهاء الاتفاق السياسي إلى صحيفة الاتحاد اللبنانية في العنوان الأول المشنوق للاتحاد لهذا السبب قتلت الموظفة البريطانية بر يرفض عزل القوات وخطة الأمنية تنطلق هذا الأسبوع ماكرون يجب التحدث إلى الأسد وأيضا عننت هذه الصحيفة القدس في مجلس الأمن اليوم إلى صحيفة الدستور الأردنية الشمعدان اليهودي فوق المسجد الإبراهيمي لأول مرة منذ احتلال الخليل عام 1967 أما صحيفة الثورة اليمنية فجاء في أبرز عنوينها انتقام العاجز العضوان السعودي استهدف تجمعا نسويا في حفل زفاف بمأرب مصرع وإصابة 130 مرتزقا في عسيلان وبيحان بشبوة تدمير أربع آليات تابعة للعملاء بتعز ودك تجمعاتهم في لحج زلزال واحد يعصف بمرتزقة العدوان في نهم إلى صحيفة الوطن السورية واخترنا من أبرز عنوينها الجيش يتقدم بريف العاصمة ويصد الإرهابيين في حمص وحماء نواب الشعب طلب وزير الدفاع بزيادة دعم أفراده وجرحاه وذوي شهدائه الفلسطينيون الغاضبون مستمرون في تحركاتهم مجلس الأمن يصوت اليوم على إبطال قرار ترامب والنمسا تتجه للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة نعود إليك سلمة بيسان شكرا جزيلا إلى العنوين طائرات الاحتلال تستهدف مواقع المقاومة في غزة ليلا مكروه يؤكد أن العلم مضطرون للتحدث إلى الرئيس الأسد في مرحلة ما بعد داعش الكشف عن مخطط لاغتيار أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان الثامن عشر من كنون الأول ديسمبر اليوم العالمي للغة الضاط والمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة